أدانت مصر أعلان إسرائيل لمصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوتي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وذلك بمدينة القدس وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة وحذرت مصر في بيانا لوزارة الخارجية من محاولات إسرائيل المتكررة والحثيثة لوقف أنشطة الوكالة الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة بهدف تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين مستنكرة ما تمثله تلك القطوات من تهكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة كما طالبت مصر مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين داعية كافة أطراف المجتمع الدولي للقيام بدعم الوكالة الأممية في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلية مشددة على المسؤولية الجماعية لكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة لمواجهة تلك السابقة الخطيرة والتي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية ومحذرة من قطرة هذا النهج وتأثيراته السلبية على النظام القانوني الدولي المستقر منذ أربعينيات القرن الماضي